من جديد يهتفون باسم بلادهم إنهم عرب الأحواز تدخل احتجاجاتهم ضد النظام الإيراني أسبوعها الثاني وتتاسع رقعتها لتشمل عشرات المدن والمناطق الأحوازية تتجدد التظاهرات ليلا تجنبا لرصد المشاركين فيها من قبل السلطات الإيرانية التي تواجههم بالقبضة الأمنية وتشن حملات اعتقال مكثفة في صفوفهم فضلا عن إغلاق بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل تطبيق تليجرام الذي اتهمته السلطات بالقيام بدور تدميري في الاحتجاجات المتظاهرون يطالبون بنيل حقهم في تعليم أطفالهم اللغة العربية والعمل في المؤسسات البترولية الضخمة في مدنهم ووقف سياسات القمع والتهميش ومحاولات تغيير الواقع الديمغرافي للإقليم عبر تهجير العرب وتوطين قوميات أخرى مكانهم مطالب قديمة قدم سياسات النظام الإيراني ضد عرب الأحواز غير أن الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها أكثر المدن الإيرانية قبل شهور قليلة ربما شجعت الأحوازيين على محاولة إعادة قضيتهم إلى واجهة الاهتمام السياسي والإعلامي محليا وعربيا ودوليا إيرانيا فإن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي تتزعمه مريم رجوي دعا المواطنين الإيرانيين في أرجاء الأحواز إلى التضامن مع المتظاهرين ودعمهم مطالبا في الوقت نفسه الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بإدانة سياسة القمع والتمييز التي ينتهجها النظام ضد المواطنين العرب والضغط من أجل الإفراج الفوري عن سجناء الإقليم خاصة المعتقلين خلال الاحتجاجات في الأيام الأخيرة أما على المستوى العربي فإن الدول العربية تبدو حتى الآن عاجزة عن دعم الحراك العربي الأحوازي في إيران بينما تنشغل بسبل وقف التمدد الإيراني داخل المنطقة العربية ولا تختلف ردود الفعل الدولية كثيرا عن نظيراتها العربية فليس ثم موقف قوي يجبر طهران على وقف سياساتها ضد عرب الأحواز ما يشي بأن القضية ربما تبقى معلقة لسنوات قادمة وإن مثلت الاحتجاجات الحالية تطورا نوعيا هاما فيها